في صورة غافر قال الله تبارك وتعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَا يعني يوم القيامة يُنَادَوْنَا لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قالوا رَبَّنَا أَمَتَّنَ اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَ اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍّ مِنْ سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُسْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ لَعَلِيِّ الْكَبِيرُ هو الذي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَغُوا الدِّينِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هذه الآيات بدأت من قوله إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَا يعني بنادوهم يوم القيامة ويوم القيامة فيه نداءات ربنا بنادي العباد منهم من ينادي أهل الجنة ينادوا أهل النار أهل النار نادوا أهل الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله في نداء ويوم يناديهم ربنا بنادي أين شركائيا الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فيها نداءات شكد ربنا سم يوم القيامة يوم التناد ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد يوم التناد فيه نداء من النداءات يوم القيامة إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَا يُنَادُونَ يقول لهم شنون لَمَقْطُوا اللَّهِ البُغْضُ وَالْكَرَهِيَّ قَالُوا لِهُمَ الْكَرَهِيَّ بْتَعَتْ رَبَّنَا لَيْكُمْ وَبُغْضْ أَلَّا لَيْكُمْ زَمَان ما هُمَا السَّكِرْهُنَا فِيسُمْ لَمَّا دَخَلُوا جَهَنَّمْ جُوَا يُنَادَوْنَا لَمَقْطُوا اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْطِكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَزْلَّ مَنْ يَقْوَنَا لَوْ دَخَلْ جَهَنَّمْ وَالْعَذَابَ الشَّدِيدَ جُوَ جَهَنَّمْ بِكْرَهُ رُوحُهُ دِي الكفار اِكْرَهُ رُوحُمْ جُوَ جَهَنَّمْ يُنَادَوْنَا لَمَقْطُوا اللَّهِ قَالُوا لَهُمْ لَكِنْ كَرَاهِيَتْكُمْ دِي إِنْتُ كَرَاهِيَتْكُمْ لِنَفِسْكُمْ دِي رَبَّنَا بِبْغَطْكُمْ أَكْتَرْ مِنَّهَا زَمَان إِذْ تُدَعَوْنَا يعني الوقت اللي فيه بيدعوكم الرسل والدعاة يدعوكم إِذْ تُدْعَوْنَا إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ كِرْهُ رَقَبَةٌ فِي الْعَذَابِ لأن العذاب شديد ربنا قال في الزخرف إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ لا يفتَّر عنهم يفتَّر يعني ما فيه فترات فترة بتاعة راحة ارتاحوا شوية عذاب راحة شوية عذاب ما فيه لا يفتَّر عنهم وهم فيه جوة يعني مبلسون المبلس اليائس لأنه ما فيه طريقة مرقة تاني وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليغضي علينا ربك بنادوا فيه مالك مالك خازين النار شغالين بكوركو يا مالك يا مالك ليه قالوا ليقضي علينا ربك دارين نموت يقوان نزول يبلغ مرحلة من العذاب يتمنى الموت يتمنى الموت وفي الدنيا هنا مع الفلس والتعب والحالة المباشتنة ما بيتمنوا الموت الله في الدنيا هنا قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة تلقى تعبان حق الطعمية ما عنده مفلس لكن برضو داري عيش بتلقى عنده مرض سكري وضغط ومكسر ومقطع وشالينهم من مستشفى لمستشفى وبرضو ما داري موت بيد كله ما داري موت لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة داري عيش لكن هناك ما بيقدر يتمنوا الموت قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك الإجابة تجيهم بعد زمن زمن طويل قال إنكم ماكثون لا 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 قاعدين لقد جئناكم بالحق زمان في الدنيا ولكن أكثركم للحق كارهون ده بيقول لهم هناك في شدة العذاب في صورة فاطر ربنا قالوا والذين كفروا لهم نار جهنم جوه لا يقضى عليهم فيموتوا ما بيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لا يخفف لهم العذاب ولا يريحون بالموت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها العذاب ده والنار تاكل الجلود تاكل اللحم يصهر به ما في بطونهم ما في بطونهم في صورة الحج الشرابة اللي يشربوا ده يشربوا بجوة يقطع جوة البطن ويسلخ البرة لاحظ ما هم الجعانين وهم عتشانين عطى الشديد وإي يستغيثوا صورة الكهف يغاثوا بماء يقولوا دارين موايا دارين نشرب جوة العذاب أها يجبوا لهم شنو وإي يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل حار جدا يشوي الوجوه بس لخجيلة بره وبمزغ وبينتهي من الأمعاء الداخل كل الجوة ده الله قال يصهر به ما في بطونهم والجلود بره جوة إنساني خلو مش كده بس قالوا لهم مقامع من حديد حديدة قوية جدا وعظيمة دي بتضرب بترجع عجوة تاني ذالي يبرد ترجع عجوة تاني ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحديد يصطرخوا الله قال في سورة فاطر والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون يكور كجوة شغالين كوارج وجهنم وهم يصطرخون فيها ربنا دارين شنوهم دارين خشتوا الجنة لا طلبوا ما كده قالوا ربنا أرجعنا بس دار نرجع الدنيا تاني نعمل عملنا الشيء نسوينا زمان دارنا غيره أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أها الإجابة شنو أولم نعمركم ما عشت سنين أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير شاكدين أدوهم يوم القيامة لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أي الكفار الكرهانين رقبتكم جوا جهنم والعذاب شديد ربنا سبحانه وتعالى يقول إذي لاغلالوا في أعناقهم في رقبتهم ربطلهم حديدة في صورة ياسين قال فهم مقمحون مقمحون يعني الحديدة البربطالة في رقبته بتخلي الرقب وقفة ليفوض ما يقدر يدنجر فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون يعني الرقب مربوطة ليفوض الله قال شاخصة أبصارهم شاخصة يعني شنو يعني بدعين في حتة وحدة ما يقدر يتلفت من شدة العذاب شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون شفت من العذاب ده كيف مربطين ربنا سبحانه وتعالى قال إذي لاغلال سلاسل مربطين بيا إذي لاغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون جروم جر في الحميم الحميم لموية حارة يجروم جوه الموية الحارة ثم في النار يسجرون يسجر يعني زول لما يدعو في لهب النار يدخلون تتخيل معي موية حارة بجاء يدخلوا فيها ويمرقو يدخلوا بغاني في النار كده بس مرة هنا ومرة هنا ده البرنامج كده بس ده النظام في الحميم ثم في النار يسجرون ده نظام كده الواحد منهم بكره رقبته اكره رقبته ويغضب من نفسه غضب شديد ربنا قال لهم لمقت الله اكبروا من مقتكم انفسكم يعني الله زمان بكرهكم اكثر من كراهيتكم لنفسكم الان بتان قال اذ تدعونا الى الايمان فتكفرون قالوا اعترفوا بزنب قالوا ربنا امدتنا اثنتين يعني متنا مرتين معروفة الميتة الاولى قبل ما يخلق الميتة التانية يا هالميتة البعض حياتنا دي واحييتنا اثنتين الحياة الاولى الحياة الدنيا والحياة التانية الحياة يوم القيامة امدتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا اعترفنا يا الله قالوا اعترفنا احنا غلطانين اعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ممكن نطلع ممكن نرجع فهل إلى خروج من سبيل الإجابة ما في سبيل ما في خروج كده بس قاعدين في جهنم الليبتين كده بس والله يخواننا حارة فهل إلى خروج من سبيل في صورة إبراهيم قالوا ربنا أخرنا أخرنا بس أخرنا إلى أجل قريب ليه نجب دعوتك ونتبع الرسل ربنا قال لهم أولم تكونوا أخسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ما في طريقة خروج قالوا يا الله بس أدينا فرصة الله قال في سورة الأنعام وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا هُمْ لَكَذِبُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ لَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا عَذَابَاتِ بما كنتم تكفرون إذن يا أخوانا ابقى عندنا الكفار جوى جهنم والمشركون ينادوا الله يقولوا بس دايرين فرصة تاني نرجع للدنيا نعمل صالح غير الذي كنا نعمل لا 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 ما في طريقة تاني تاني ما في طريقة كيدا في جهنم السبب شنو وذن لأنا داري وصله للناس ما هو السبب اللي خل الجماعة ديل دخلوا جهنم ادعزبوا فيها طريقة يمرقوا ما السبب شنو ربنا قال ذلكم ورنا الآيات ذاتة قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا الكفر زمان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أعبدوا الله وحده واتركوا الأنداد بتاعتكم قالوا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ما ممكن قالوا الآلهة كلها نخليها ونبرأ إلهك قالوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَاحْدَهُ بس دائرنا نعبد الله براه ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتينا بسلطان مبين قالوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عن آلِهَتَنَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ قالوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَبْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَصْتُّ قَالُ لِيهُ آلِهَتْنَا دِي كُلَّة نَخَلِّيهَا عشان نبقى مع إلهك براه إن هذا لشيء عجاب ما ممكن قالوا ما ابنى خليها أيوة شكده ربنا في الآيات دي قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم قل لك ما دارين ما بنقبل وإن يشرك به تؤمنون أول ما تقول لهم خلاص نادوا الله ونادوا معه الجماعة بينك نادون برضو قل لك يا سلام يا مولانا دا الكلام الصح كده ننادي الله و جماعتنا هم دائرين كده شان كده ربنا بيّن إنه ده السبب اتدخلهم جهنم أنا دارك تربط الموضوع ده بواقعنا الليلة نفس المشكلة قاعدة نفس المشكلة في ناس الليلة تقول لهم إذا عندكم مشكلة أدعو الله ربنا سبحانه وتعالى قال وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ سُرْتَ النَّحْلِ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِيْنِيْنِيْنِيْنَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدُ فَإِيَّا يَفَارْهَبُونَ على يدي واضحة تقول لهم ربنا قال ادعوني براي وما تدعو عائليد آخر الجماعة يقول لك إتَّ يعني يا مولانا قصدك ما ندعو الشيخ شيخنا دا يحلم ندعوهم في ناس استلواحد كان قام عليه حيلو اوه يا شيخ فلان وانقعد اوه يا علان وكان عنده مشكلة المرة كان ما ولدت ولا الولادات ما نجحوا في المدرسة ولا عنده ذو العيان ولا عنده ذو المسافر درجة راجعة ولا راحة له بهيمة ولا ذهب ولا قروش طوالي بيمشي ليه شيخ ولا فكي ولا يدعوه من محل ولا بمشي هناك بس من محل ورفع يا شيخنا تلحقنا دا لو سألته لو سألته قلت له انت بتدعو ليه شيخ دا او قلت له ما بجوز تدعو الزول دا خليني منه امنه هنا استوالي بواحد مما يسمع كلام زي داي قلت خلاص قمتوا علينا بزا المشايخ وما عندكم شغل غير تنبز اوليانا يا خنا ما نبسوا انا قلت له ليك ما تناديوا ايا كان ما تناديوا يا خ ليه لو ناديتوا البحثة شنو لو ما ناديتوا بتخش مع الجماعة اللي تكلمنا عنهم قبل شوية ديل تخش معهم وتكوس التمرقك من جهنم ما بتلقاه والله الذي لا اله غيروه تدخل معاهم جوه جهنم والتمرقك من جوه ما تعرفتاني لانه ربنا قال لك الموضوع ده بالذات ده بس بالذات ما فيه نقاش شفت موضوع شرك وكفر ده ما فيه نقاش تاني بعدين ماتا يتقول لا لا والله انا ما قاصد يا خ بس احنا قمنا لقنا ابواتنا شغالين ترمنا ده الفقرة وامهاتنا بيمشوا للفكيه قمنا لقناهم زي ده ومشينا معاهم ده ما عزر ليك لانه في ناس اعتذروا بالعزر ده والله ما قبلوا منهم قالوا إنا وجدنا آباءنا للأبواتنا يعني ما نحطرم أبواتنا ولا شنو إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ربنا جبل منهم ما جبل منهم ربنا جعلوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قالوا نحنا الليجين عند أبواتنا ده بس بنسويوه هل ربنا جبل منهم إبراهيم عليه السلام لمن قال لهم ماذا تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ليه قال لهم بتعبدوا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين لقينا أبواتنا بعبدوا يعني هذا نظامنا ده الواحد مما قام من صغير لقى أبوه يمشي للشيخ بيجاي عندهم محلة بيننا عارفة زريبة فلان وحولية فلان وحركات بتاعت فلان بمشيوا ليه بنده الشيخ ويمشوا الغبر فيهمته ويجيبوا تراب وجماعة بيدعوا بتاع الغبر الجوة ذات بس قام لقى أبوه بسو كده واموا بسو كده هل ده عزر؟ إبراهيم عليه السلام قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبوين اتوا أباكم منافعين ضالين اتوا أبواتكم انت قال ده عزر؟ شما أنت السلام في المجتمع في ناس أول ما يسمعوا الكلام ده الواحد طوال يجي في ذهنه يقول لك يا السلام يا أخي الجماعة ده يغيروا الدين اللي قينا أبواتنا عليهم ده يغير لنا دين أبواتنا تخيل يقول لك؟ يا أخي انت دين أبواتك ده ما تسأل صح ولا غلط انت ماشي فيه ساي؟ ماشي فيه ساي ما لك؟ أسأل صح ولا غلط؟ موافق للغراني ولا ما موافق؟ سبحان الله ده ما عزر اليوم عشان كده ربنا قال لك ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم في ناس ما بيتبلوا واحد اتخيل معي مرة قال ده ننزل كده بنا قال يا الله بسم الله يا الله كلام سامح مش؟ واحد قاعد جنبه بجاي قال لي الله براه بس وداره يدخل الشيخ فلان فيه انت كلامي؟ يعني يا الله يا الشيخ فلان معاه طوالد قال لي الله براه هيا الله براه المعلم ربنا سبحانه وتعالى في صورة فاطر قال قل أرأيتم شركاكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض انت تعالى الشيوخ سويتم ديل واحد بهيني تعزريبة واحد بهنات بتاع شنو ما عارف واحد بتاع جوبة تعالوا ورينك دي بالمنطب خلقوا مع الله شنو أروني ماذا خلقوا من الأرض مش اللي أعتبرها أم لو مشيركم في السماوات السماء كمان عندهم فيها حاجة شيوخكم ديل السماء عندهم فيها حاجة ما عندهم شي عشان كده ربنا قال لك في صورة النحل أفمن يخلق كمن لا يخلق البخلق والما بخلق واحد أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور الرحيم عشان كده السبب الذي جعل هؤلاء في جهنم وخالدين في أمام مرقود جوا بس كده العذاب متراكم عليهم ومش كده بس العذاب مش زايد ربنا قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب كل يوم جديد عذاب أكبر من القبل سبحان الله السبب ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرق به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد قال تبارك وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين عشان كده أيها المسلمون الكرام الواجب على العبد المسلم أن يلجأ إلى المولى تبارك وتعالى في كل حاجة أي مشكلة عندك أي مصيبة نزلت فيك أي هم وقعت فيه أسأل الله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه يعني من البجيب المضطر لو دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يا إله مع الله قال تعالى بصورة الملك أم من هذا الذي يرزغكم إن أمسك رزقه قال لك أم من يعني من من البرزقك لو الله مسك رزقه برزقك من الشيخ والله الشيخ ما عنده لك حاجة الفكي ما عنده حاجة بتاعين القباب ما عندهم حاجة مع الله تبارك وتعالى في الكون بتاع الله ذو ما عندهم حاجة ولا شي ربنا قال لك أم من هذا الذي يرزغكم إن أمسك رزقه بلجوا في عتو ونفور ربنا سبحانه وتعالى قال لك أَفَرَأَيْتُمْ أَلْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ المويل بتنزل من الذي بنزل الله من السحاب أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِي من السحاب أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ نزل الله ولا نزلوا ناس نزل الله قبالة قال لك أفرأيتم ما تمنون المن اللي بيطلع من الإنسان أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون المن اللي بيجيب الجنة خلقوا الله ولا خلقوا الشيخ شاتمش تقول يا الشيخ بالدين الجنة أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين بعضية قال لك أفرأيتم ما تحرثون الزراعة بتاعاتكم ده زارع زورة بيجاي وده زارع طماطم وتبش وبالتيخ وكده أفرأيتم ما تحرثون أأنتم أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون شانتجي تتمشي الجبلية ورقة من الشيخ تقول لا الزراعة بتاعتي دائرة الزيد الزراعة دي زرع الشيخ أمتج الشيخ الرزق ده جابه شيخ ده جابه الله كله ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الزراعة الله لو نشاء الله قال لك لو نشاء لجعلناه حطاما ممكن ربنا يحطم كله في شيخ تاني بيجيب قويمة ما بيقدر لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون ده كله أخوانا ما بيقدر يعمل منه شيخ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أفا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا ليل بس ما في نهار من إله غير الله يأتيكم بضياء منه اللي بيجيب ضو تاني لو ربنا ضلما البضوية منه تاني ما في ذلك يضوية أفلا تبصرون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا نهار ماشي ساي كده من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ليل شان تنون فيه وتهدى وجسمك ارتاح تلقوين منه اللي بيجيبوا لك في فكي بجيب ليل في فكي بجيب نهار في فكي بجيب رزق في شيخ بجيب حاجة لشان كده إبراهيم عليه السلام قال لي قوم موعظ عجيبك قال لي يا قوم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا رزق ما عندهم يا ناس لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون كلام ما جاية ما بنغاش عشان كده انت عقدتك التقابل بأي الله عشان ما تتورف زي الجماعة القلنا ومضيلت جوا جهنم يتقلبوا فيها يسحبون في الحميم وفي النار ويدربون وهينون السبب شنو؟ السبب لأنهم يا ناس بصراحة الله كلمنا قال الجماعة دين لمن ينادوا الله فرأوا بيزعوا بعد الجسار إليك تدعو الله بس لا فقيل عشيخ بس الله قلقا صار رزعلان أهمها لك أول ما تقول له نادي الأولية ونادي الصالحين والحقون يا أهل الله يا السلام تكيف يا السلام يقول لك تهموا لنا كلامك حلو وبخش القلب ده الشرك بأ التوحيد ما برضى الشرك برضى السنة والخطبة بتاعتنا دي نحن قلبناها مدح للأولية وفيه والي طار بيجاي وفيه والي قالوا مرق من الغبر واحد طلع شنبو واحد آه قاعد في واحدة مثل دقالي ضابط في البلد دي مأسك حتة كبيرة برك هناك دقالي قال لي عندنا شيخ قال بنوم خمستاشر يوم ده من كراماته خمستاشر يوم كررر كده لا فيه شاي الصباح لا فيه الصلاة لا فيه الصيام لا فيه أذكار الصباح ولا مساء قال ده من كراماته الشيخ نايم خمستاشر يوم المنوم شو لا صلاة لا جمعة لا جماعة خمستاشر يوم قال ده من كراماته والجماعة قال بيجيب عاني في السرير بتاعه كده قل لك بوي الشيخ نايم خلوه على كده يا ناس ينوم خمستاشر يوم أما دي مهزلة ولعب الدين ولعب الشريعة عشان كده بصراحة أقول لك السبب الدخل دي للجهنم لأنه مارضوا بالتوحيد دارين يدخلوا لهم الجماعة مع الله فهمت ما رضي أني نجعل الآلئة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب بعدها ربنا قال لك فادعوا الله أدعو الله يا أخي مخلصين له الدين ولو كرأ الكافرون رفيع الدرجات ده ربنا العالي العلي الكبير المتعال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كرأ الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يغفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهر ما أفزون عنده حاجة مع الله تبارك وتعالى عشان كده أدوى ربك توكل عليه ألجأ عليه أضل رعبه وخلّه أن يدعو الناس أطرح حي فكي أجدع منه أجدعو أبتعد منه تماما توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم لا تفرِّغنا إلا بذنب مغفور وعيد مستور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور اللهم خرجنا من الظلمات إلى النور اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغايبنا وصغيرنا وكبيرنا اللهم فرج همنا واكشف غمنا واشف مريضنا اللهم اكتوب لنا خاتمة السعادة في الدنيا وحسن اللقاء يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام وقوم إلى الصلاة ارحمكم الله